الأول، دعا نلعب بشوية ذكريات زيش، صد الله أنت راجل كنت مع النادي الأهلي موهوب وعظيم مع نادي الزمالك نفس الأمر مع منتخم مصر في جيل زي كل ده كان أجيال زهبية للنادي الأهلي ومنتخم مصري تحديداً كمان تفتكر إيه من الأيام ديت الناس اللي لعبت معاك المدربين اللي اشتغلت معاك والله هي ذكريات جميلة كلها لأن انت عارف أنت يعني في بداية أن أنا في النادي الأهلي يعني كان معاك لعبة كبيرة زي مثلاً كابتا عصام الحضري واق الجمعة، عمد النحاس، شادي، جلبرتو إسلام الشاطر أو بركات بالعب نحية اليمين، شوئي لأن انت في نصف الملعب أصلاً ما كانت بتلعب فيه دوات فيه كان فيه 12-13 لحيبة ها فيه جت عندك حسن مصطفى، أحمد شوئي، إينو إينو، أحمد حسن ستاكوزا، أنيسة بوجلبان، حسن علي وكان فيه ناس تانية عمالة تيجي وتطلع تيجي أكوتي كبتا عمد حسن، تلحيتي كبتا عمد حسن؟ يعني جي عدت معا ست شهور، يعني عدنا ست شهور أو سنة وبعا كام شيء آآ ولعب برضو في الحتة دي شوية آآ بالزبط يعني لا لا كان الموضوع يعني حتى أكوتي جيب 10 مليون كانت أيام 10 مليون دي اللعيب تجيبه 10 مليون ده رقم كبير رقم ضخم جداً وكان طبعاً إعماد الميت تعيبه في لافيو وبتريكا فجل كبير جداً وعظيمه وكانت من الحاجات الجميلة لما كنا في الزكريات يعني بتاعتنا لما كنا مثلاً إيه نتنافس من هيجي بدري التمرين يعني كتنا وبتريكا وكان واقي الجمعة نصال للفجر ونيجي على النادي نقعد هناك في النادي وعم حريسة جيب لنا الفطار ونفطر ونام شوية كان فيه استراحة كده تنام شوية وبعد كده تنزل التمرين هاللوقتي بنتنافس من اللي يجي متأخر من اللي يجي متأخر أكتر لا لا إحنا كنا لأ مين هيجي بدري وكانت بالحاجات الحلوة اللي استشفى اللي انت بتعمله وتروي يعني إحنا كنا بنقعد نعمل كل حاجة يعني ما ورقش غير أن انت ده شغلك بتتمر كويس بتنام كويس بتركز في كل حاجة أنت عايز تعملها بتتنافس مع لعيب زميلك جامد عايز تعمل أقصى طاقة عشان ما ياخدش مكانك فكانت حاجة يعني صراحة جميلة أنت لما كنت بتلعب دلوقتي مدرب يقول لك أصله الجيل ده كان جيل زهبي جدا وكان كل لعيبها رائعين جدا فكان من وجلزي لازم ينجح وكان أي مدرب يدرب الأهلي كان لازم ينجح بس أنت دلوقتي وانت مدرب بتبقى عارف أنه فيه تفاصيل فنية وفيه شغل فنية حتى لو معك عناصر كويسة في شغل المفروض تعمله تفتكري إيه المانوجيزين مع الفريق بص لك الحاجة أول حاجة في الجيل ده هو التليفون النت يعني أول الحاجة دي دي فضيعة جدا أنت ممكن تقعد 24 ساعة حتى في الجيل حالي آه طال 24 ساعة أنا حتى مصطفى ابني بيقعد فترة طويلة جدا على التليفون وكان تركيزه قليل الفترة فاتت بسبب تمرينته وكده سحبت بلو التليفون وتقول له لا خلاص انت ليك ساعة واحدة في التليفون فديت من الحاجات اللي هي السلبية للجيل الجديد احنا الحمد لله بعمين انت كنت عايش حياتك كلها لكورة يعني عارف مركز قوي عندك منافسة بتنافس نفسك بتنافس نفسك قبل ما تنافس الخصم او اللعيب يعني اللي معاك زميلك فانت كنت بتعمل كل حاجة ان انت تبقى في الطوب بتاعك فهو دوت اللي خلّك جيل دوت أحسن جيد من وجهة مظهر في مصر يعني